يبدو أننا في غنى يعني بعد تطورات اليوم وتحول إلى حد ما في الموقف الكردي يبدو أننا لسنا بحاجة إلى المرور بهذه المواد القانونية التي تمنح برهم صالح صلاحيات رئيس الوزراء فهل ترجح فرضية أن محمد وفيق علاوي سيمرر وزارته الاثنين المقبلة؟ أنا أعتقد سيمررها وستمررها الكتل السياسية تحت مقولة دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر بمعنى أن الكتل أيقنت أنها إذا لم تضحي ببعض مكتسباتها فإن مكتسباتها فستضيع كلها بفعل هذا السونامي الذي ينطلق من الشارع الإصلاح يا سيدي ليس كبسولة يتناولها المنتفع الأناني ليتحول إلى مؤثر إنساني الإصلاح نوعين أكو سياسي هو عند نزعة إصلاح وأكو سياسي تفرض عليه عملية الإصلاح فالطبق السياسي بالعراق على مدى 16 سنة 17 سنة العراقيين جربوهم هم سياسيون لا يعرفون الإصلاح وإن آثارنا تدلوا علينا فبحثوا بعدنا عن الآثار الآثار تقول خراب اللي تركوه فهم لا يمتلكون نزعة الإصلاح لكن الآن الضرورة الملجئة تفرض عليهم تمرير حكومة بالمواصفات اللي تيريدها الشارع لكن هل تكفي هذه المواصفات لإنتاج حكومة تلبي مطالب الشارع العراقي أنا أعتقد المواصفات اللي قدمها السيد محمد علاو لا تكفي نحن الآن نحاكم السيد محمد علاو على قضية ين النوايا والأقوال الرجل تبدو نوايا طيبة أما أقواله فجميلة وجميع رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا هم قالوا نفس الأقوال جميعهم وعدوا بأن يحققوا الأمان والإصلاح والطمأنينة ويكافحون الفساد وينزعون السلاح المنفلت ويحصرون السلاح بيد الدولة إلى آخره هذه الوعود سمعناها من عبد المهدي وسمعناها من المالك وسمعناها من العبادي من الجميع لكن لم يتحقق منها شيء فالرجل ربما هو صادق